بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أنا زميلكم يمان حدادين واليوم إن شاء الله نريد أن نكمل شرح محاضرة رقم واحد من مادة الأورال هستوروجي نريد أن نشرح بارت 2 أول شيء ما أخر شيء ختمنا في بارت 1 أخر شيء حكينا هذا السلايد قلنا أنه الماندبيلر بروسيس بعمل فيوجين شو بعطوني lower lip chin وبداية الماندبيل تمام بعدها قلنا الماندبيلر مع الماكزيلر بروسيس بعمل فيوجين وهذا بيحدد لي تمام تمام هسا بنا نحكي على النمو غير الطبيعي صار عندي ميوتاشن معينة ما نمى الجنين بالشكل الطبيعي تمام كل السلايدات الماضية كانت تحكي عن النمو الطبيعي يعني سير الجنين كما ينبغي أن يكون الوضع الطبيعي تمام الآن لا صار عننا ميوتاشن معينة مثلا فقدت لنا لمرض معين المرض اللي احنا رح نركز عليه موضوع الكلفت الكلفتينج تمام رح نحكي على الكلفت لب على الماندبيلر وفي تحت رح نحكي ان شاء الله على ايش هيا هنا على الكلفت بلت تمام يعني هو مش بس بصير باللب ممكن يصير بالبلت طيب شو هو الكلفت باختصار الكلفت من اسمه شق كلفت معناتها شق تمام انا وشو حكيت لكم كيف الفيس بنمو الوجه كيف بنمو بيكون عندنا تمام تمام بيقتربوا من بعض بيعملوا فيوجين مع بعض هذا هو الوضع الطبيعي الوضع الابنورمل الغير طبيعي انه ما يصير فيوجين بين the two structures تمام مثل الميديا الناسل البروسيس والايش هاي هنا الميديا الناسل البروسيس لازم يعمل الفيوجين مع الماكزيلا البروسيس عشان يعطيني اللاترال part of the upper lip تمام تمام اذا ما صار هذا الفيوجين وقتها رح يصير عندك لفت لب تمام كلفت لب كلفت وبيصيب اللب لانه هذا الفيوجين بيعطيني اللاترال part of the upper lip تمام تمام فالموضوع سهل كل الكلفتات نفس الاشي فائلر of a fewجن فائلر of a fewجن ما صار عنده فيوجين ولكن ايش الاختلافات بينهم between the processes اللي ما صار لهم فيوجين خلينا نبلش الكليفت لب هي فائلر of a fewجن تمام between what between the media الناسل البروسيس والماكزيلي البروسيس فشو صار عندنا زي هاده الصورة عندنا بالاترال الكليفت لب حس شوفوا الكليفت لب ممكن يكون يوني لاترال او بالاترال يوني معناتها وهون طيب شو صار عندي الميديا الناسل البروسيس مع الماكزيلي البروسيس ما صار لهم فيوجين تمام فأدى الى شق كليفت تمام شو سمناها كليفت لب قلنا ممكن يكون يوني ممكن يكون باي ثاني موضوع وثاني كليفت اللي هو الميديا كليفت لب هذا بحدث اذا صار عندنا فائلر of a fewجن of the media الناسل بروسيس ما صار لهم فيوجين مثل هذا الصورة احنا شو قلنا فوق الوضع الطبيعي وين السلايد هايو الميديا الناسل البروسيس بيعملوا فيوجين وعطونا عدة منها الفلترم اللي هو الميدل portion of the upper lip تمام اذا ما صار لهم فيوجين بدوا يصير عندي شق هنا في النص عشان كسموه ميدين لانه جاي بالنص تمام بيصير عنا شق فهذا هو الميدين كليفت لب تمام هيك احنا بنكون خلصنا كليفت لب يعني الاشي اللي بخص اللي شفة الليب زي ما مكتوب هون results from abnormal fusion of middle or lateral portion of lip تمام ايا بالmiddle portion ايا على lateral portion للشفة هسو عنا كمان اثنين المانديبيولار كلفت والأبليك فيشال كلفت المانديبيولار كلفت من اسمه مانديبيولار سو عنا failure of fusion of the mandibular processes تمام مثل هذه الصورة طلعوا هون صار لعنا failure of fusion تمام بعديها عنا الأبليك فيشال كلفت أبليك فيشال كلفت الأمان هذول يعني نادرين بصراحة هم يصيروا الأبليك فيشال كلفت بل هو بصير between what failure of fusion between maxillary process with the lateral nasal process تمام احنا فوق شو قلنا هاي السلايد المaxillary بيع الفيوجين مع اللاترال بيعطينا cheek lateral part of the nose تمام اذا صار failure of fusion رح يعطينا oblique فيشال كلفت مثل هذه الصورة تمام oblique فيشال كلفت فشو كاتب لك هون الفيشال and bandibular clifts شو ما لهم result from abnormal fusion of other processes other يعني قصده هذول بحدثه بسبب عدم التحام processes أخرى غير اللي ذكرناهم هون تمام يعني انتوا لو تعرفوا هذا السلايد خلاص الأمور طيبة إن شاء الله هذا السلايد طبعا مش مكتوب بسلايدات الدكتورة ولكن هي حكتهم أثناء الشرح لذلك أنا اضطرت أني أكتبهم يعني من باب يكون الشرح شامل فلأن الدكتور ذكرتهم فهذولا الكلفتات كليتهم تمام خلينا نكمل الآن بالإمبريولوجي الطبيعي هيا إحنا خلصنا الأب نور ما اللي بدنا نكمل في الطبيعي بدنا نحكي عن تكون البلت بعدها نحكي عن التنق ومنختم المحاضرة يعني إن شاء الله أنه مش حنطول أولا البلت ركزوا معي إحنا عنا بالإمبريولوجي نحكي عنا برايمري بلت تمام وأصلا ما دام قلنا في برايمري بلت أكيد بدي يكون في سكندري بلت تمام فعنا البرايمري بلت واللي أصلا شو كاتب لكم هون already formed تمام أنا وصلت الأسبوع السابع هون البرايمري بلت already formed متى already formed قلت لكم وحكيت لكم هذي جدا مهمة وركزوا عليها طلعوا هون شو حكي أنا ميديا نازل بروسيس بعمل فيوجين بعطوني لبرايمري بلت تمام فأنا وصلت لهذه المرحلة والبرايمري بلت is already formed أصلا مكون تمام من فيوجين تبع الميديا نازل بروسيس طيب طيب هسة عنا السكندري بلت السكندري بلت كيف بتكون بتكون عن طريق بلت نسميهم بلت تمام هايهم بهذه الصورة هذا بلت الشلف وهذا بلت الشلف تمام بلت الشلف من وين بيطلعه هذه يعرفوها المعلومة بيطلعوا من الماكزلري بروسيس وش احنا كان عنا بالصورة فوق وينها أورجيكم هون كان عنا هذا ماكزلري بروسيس بيطلع يعني لجو نحكي بيطلع عنا هذا الشلف اش سمنا اش سمناهم يعني بلت الشلف تمام من وين بيطلعوا من الماكزلري بروسيس هذول بيصيروا يقتربوا من بعض يقتربوا من بعض يقتربوا لحد ما نوصل الشهر الثالث بلتحمه كليا ووقتها بلتحم السكندري بلت معي برايماري بلت ونحصل على البلت بصورته النهائية تمام فهذا السلايد خلينا نشوف شفياته اولا بلت الشيفز من وين بطلعه 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 من الماكزيلي بروسس تمام قلنا برايماري بلت حكينا من الميديا الناس لبروسسيز لما عمله فيوجين البلت الشيفز ماذا يفعلون؟ ذي والفيوز سيلتحموا سيرتبطوا مع بعض سيلتحموا لكي يكونوننا السكندري بلت تمام تمام على الأسبوع الثامن البلت الشيلز يقتربوا من بعض طيب يقربوا زي ما نحن نتعودين بعدها ما سيحدث؟ خلاص بلتسقوا كليا على الشهر الثالث خلاص نوصل للبلت بصورته النهائية برايماري بلت خلاص برايماري مع السكندري بفيوز تمام؟ بعطوني واحد له البلت تمام؟ وآخر معلومة بدنا نعرفها أنه البلت يقسم إلى soft pellet و hard pellet تمام؟ hard pellet و soft pellet أصلا شوهوا البلت سقف الحلق تمام؟ hard pellet هو الجزء hard الصلب تمام؟ لماذا صلب؟ لأنه فيه نحكي فيه عنده عظم تمام؟ مكون من عظم أما soft pellet لا يوجد عظم تمام؟ إذا كنت تتأكدوا ألمسوا بأصبعكم سقف الحلق عندكم طيب ستحسوا أنه صلب تمام؟ ستحسوا أنه صلب لأنه في عندنا bone و ستعرفوا شو هم البون اللي بكونوا أصلا بال head and thick anatomy هذا كله رح تأخذوا للكلام طيب ارجعوا الآن بأصبعكم لورا إذا حد تجربها وحسوا البلت رح تحسوا أنه صار soft تمام؟ يعني فيه جزء منه hard فيه جزء soft الhard لأنه في عنده عظم bone soft ما فياته bone تمام؟ تمام؟ و زي ما انتوا شايفين في هذه الصورة أش بحكي لك secondary pellet forms and connects with the primary pellet هاي secondary pellet تكون هي عن الـ primary pellet عمله fusion تمام؟ they connect with each other they fuse with each other طيب هسا في عنا صورتين بدنا نحكي عن شوية عنهم وبعدها نفوت على التنغ عنا هون البكو فرنجي الميمبران هذا هو شو بده يعملنا البكو فرنجي الميمبران بده يعطينا الماث أوبنينج في المستقبل تمام؟ شو سميناها future mouth opening أو بكو فرنجي الميمبران تمام؟ هل طبقة الميزودير موجودة بيناتهم لا طبعا حكينا عنها فوق طيب هذي أول نقطة هون شو بيحكي لك head to tail folding forms the stomatodium أو oral cavity ايش معنى هذي الكلمة؟ معناتها انه الجنين بيصير له folding في إحدى المراحل هون اطلعوا هذا نقدر نحكي الـ head وهذه جهة التيل جهة الذيل هم بعطوها تيل لأنه ما بيكون لسه legs تكونوا فبحكوا head to tail تمام؟ أو بيسموها يعني جهة التيل بيسموها المهم بيكون عامل فولدنج ايش يعني فولدنج؟ يعني هيك بيسكر على بعض يعني بيقترب على بعض تطلعوا كيف هذا قريب من هذا هيك يعني قريب من بعض مش جاي هيك لا يعني كأنه هيك فاهمين علي يعني بيقترب على بعض أو بيسكر على بعض تمام؟ أو بحضن حاله تمام؟ هذا معنات كلمة فولدنج تمام؟ الـ head to tail فولدنج شو الفكرة يعني شو بدي أحكي لكم انه هذا الفولدنج كوان لي forms the stomatodium الأورال كافيتي تمام؟ باختصار بس هذا الفولدنج كوان لي الأورال كافيتي تمام؟ بس هذي المعلومة اللي تعرفوها هذي الصورة شو بتحكي لك؟ متذكري لما قلنا عن الـ nasalplacode وين الصورة تبعتها؟ nasalplacode وقلنا بيصير فياتها syncing تعطينا الـ nasal pit تمام؟ هون بدي أحكي لك انه الـ nasal pit كمان بيصير لها syncing بزيادة بيصير لها deepening بزيادة بتعمق بزيادة تمام؟ وين إحنا؟ عفوا إحنا فوق هون بيحكي لك انه الـ nasal pit deepens لسه بتعمق أكثر وتعملي nasal sac تمام؟ nasal pit لما تعمق أكثر تعطينا إيش اسمه nasal sac تمام؟ تمام؟ هاي أول معلومة ثاني معلومة شو بيقول لك هون؟ انه primary plate forms طيب؟ يعني هو شو قصده؟ انه إحنا قبل ما يصير deepening قبل ما تتعمق كانت مثلاً لهون واصلة تمام؟ لهون كل هون خلايا تمام؟ فوقتها كان صعب ان نفرق primary plate عن النوس كان كأنه جزء منه ولكن الآن لما الناسل pit عملت deepening وعطتنا الناسل sac والناسل sac برضو ستعمل deepening أكثر فهيك primary plate خلاص بيّنت حدوده قدرت أطلق عليه primary plate بس هذا اللي بدي إياكم تعرفوه انه folding بعطينا stomatodium الناسل pit بتعمل deepening شو تعطيني nasal sac وهذه تنسوها شبك وفرنجي الممبران طيب خلينا نكمل هون شو بيحكي لك هنا طبعا هذه nasal cavity هذا oral cavity وانا بحكي لك انه oral nasal membrane ruptures في عنا غشاء اسمه oral nasal membrane من اسمه oral nasal ايش يعني oral nasal يعني مربط بين oral cavity وال nasal cavity فسموه oral nasal membrane هذا بيصير يتمزق تمام لما بتمزق بيصير عنا زي انه nasal cavity فتحت على oral cavity تمام صار في عنا بنسميه continuity بين oral cavity وال nasal cavity تمام فبس اعرفوا ان oral nasal membrane ruptures طيب اخر اشي بدنا نحكي عنه هون ايش بيقولك تمام وهذا يؤدي الى ايش انه ايش معنا هذا الكلام جبتلكم هاي الصورة انا عشان اشرح لكم عليها هون بيحكي لك انه الرأس الثوركس معناها منطقة الصدر تمام الثوركس منطقة الصدر مش بتسمع المهم الرأس ببعد عن منطقة الثوركس تمام طلعوا الفرق بين هون وهون طلعوا مثلا هذه المسافة وتطلعوا الفرق بين هون يعني هاي الصورة وهاي الصورة هون الرأس بعد اكثر صح وللا واضح هذا صورة حقيقية يعني الامريو حقيقي تمام شوف الفرق هون والفرق هون هون هذه الصورة العليمين الهد بعد اكثر عن منطقة التيلوح بعد اكثر عن منطقة الثوركس تمام انه الفك واللسان they move down and forward. تمام? اطلعوا هذا اللسان. تمام? اللسان قدر انه ينمو forward. طلعوا هون. هي ممكن مش واضحة. هي هيك اللسان. تمام? هون اللسان قدر ينمو forward. down and forward. ايش اللي ايش نخلى يعمل هذا الاشي? انه الهد بعد عن منطقة الثوركس. تمام? فهذه باختصار الكلام المكتوب هون. هادر السلايد حكيناها. اخر اشي الابنور من انه الكلفت بلت. الشق بيصير في البلت. تمام? زي هنا. اه فايلر of fusion between the primary and secondary بلت. تمام? اش والكلفت بلت. فايلر of fusion بين the primary and secondary بلت. احنا قلنا الاصل انهم مصير لهم ويلتسقوا مع بعض. تمام? اخر اشي بدنا نشرحه. التانج وهيك منختم. هذا السلايد الاخير الدكتورة قالت انه هي ما شرحته بالسكشن الاول. واخر سكشن اصلا يا دوب كان ضايل الوقت. فهيك قالت انه بدها تحذف الكومية. انا هيك اللي فهمتوا يعني انه هذا بدها تحذفه. فمش رح اشرحه يعني مدام انه محذوف. فاخر سلايدين بدنا نحكي عن تكون التانج. كيف بتكون عندنا التانج؟ طبعا انتم عارفين التانج يتكون من عضلات. تمام؟ وعددهم بالزبط ثمان عضلات. تمام؟ رح تدرسوهم برضو بالهيد ثمان عضلات. اه تمام؟ 8 muscles يعني. وبنفس الوقت بكون مغطة زي كل اشي بال يعني مش انتم يمكن تسمعوا oral mucosa 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 فكل اشي انا مغطة بميوكوزة. حتى التانج مغطة بميوكوزة. ايش هي الميوكوزة؟ هاي رح نفصل فيها لما نشرح بالهيستولوجي. بس هي باختصار عبارة عن epithelial tissue تحته connective tissue. تمام؟ بيعمل lining أو بطانة للoral cavity. وبرضو للكفيتز المختلفة في الجسم. فعنا ميوكوزة بتغطي. خليني اعيد كلامي عشان افسره. بكون عنا epithelial tissue تمام؟ نسيج من epithelial cells. وتحتي نسيج من connective tissue. ليش؟ عشان يعطيه support ويعطي nutrients ويعطي blood vessels innervation هذه الأمور كلها. تمام؟ تمام. هذه الميوكوزة تمام؟ بتعمل lining بتبطن عدة cavities عدة يعني spaces في الجسم. مثل عنا ميوكوزة بتغطي GI tract. عنا ميوكوزة بتغطي مثلا urinary tract. تمام؟ وعنا ميوكوزة بتغطي oral cavity. أصلا oral cavity جزء من GI tract. فعنا ميوكوزة بتغطيها تمام؟ هذا كل ال... يعني لو واحدة يشوف ثم كل هذه البطانة اللونها أحمر أو الـ red هذه كلها ميوكوزة. تمام؟ فالخلاصة الخلاصة ما بدي أحكي لكم أنا؟ أنه عندنا tongue مكون من muscles. تمام؟ لها origin. مكون من ميوكوزة. تمام؟ وإله origin. وبرضه رح نحكي عن الـ innervation إله. تمام؟ فخلينا نبدأ أولا بالميوكوزة surface of the tongue آآ كيف بيتكون عنا الميوكوزة surface of the tongue؟ وشو الأصل تبعه؟ تمام؟ أولا شو منحكي؟ منذكرين الفرنجي الأرشز. تمام؟ اللي كان عددهم أربعة. الفرنجي الأرشز شو بيصير لهم؟ آآ بيصير لهم فيوجين. تمام؟ ذي فيوز بالتسق مع بعض بالميدلاين. تمام؟ زي هيك. طلعوا الأرشز. بالتسق مع بعض. تمام؟ آآ ولما يلتسقوا في مناطق بيصير فييتها للخلايا. الخلايا إيش؟ بيصير لها تنقسم تنقسم. فبيصير عنا زي سويلنج. تمام؟ عنا ثري سويلنج. هذا الأول. وهذا الثاني نوعا ما. هذا هو الثالث. تمام؟ ف فرنجي الأرشز. آآ فيوز. وذي يفورم ثري سويلنج. بيكون عنا ثلاثة سويلنج. تمام؟ ايش هم الثلاثة؟ الأول اسمه والثاني اسمه والثالث اسمه هايبو فرنجيال اميننس. تمام؟ هايبو فرنجيال اميننس. آآ كل واحد فيهم بده يعطينا اشي. فأولا دعنا نحكي على اللينجوال سويلنج. اللينجوال سويلنج. اللينجوال سويلنج اولا من وين بيجو؟ من الفيرست آرش. بس. هكذا لكم هايبو هون. هادي مهمة. دكتورة حكتها. من الفيرست آرش فقط. تمام؟ هذول اللينجوال سويلنج. ايش بيعملونا الانتيرير. Alright two third of the tongue. هسه شوفو. ستشوفو دائما انه احد من قسم التنج الانتيرير two third and posterior one third. هذا التقسيم دائما نتحدث عنها. بالهدئة لك نفس الاشي. لما تدرسوا على التنج والإنيرفشن والنيرز وهيك. ستعرفوا نفس التقسيمة. تمام؟ انه كل واحد اله إلي Эنيرفشن مختلفة. ليش كل واحد له إنيرفشن مختلفة؟ لانه هسا لازم نعبو فلا شغل. هسا بنتدرس إمبريولوجي. لون كل واحد اله إلوه مختلف. كل واحد له مختلف. فالانتيرر تو ثيرز اف ذا تانج بعمل لنا إياها لينجوال سويلنجز. البوستيرر وانتير اف ذا تانج. اللي هو هذا. هذا البوستيرر وانتير اف ذا تانج. مين بعمل لنا إياها؟ الهايبو. تمام تمام. وقلنا لينجوال سويلنجز زي من الفيرس آرش. فهذول خلصناهم. عندنا التوبركولوم امبار بصراحة بعض الكتب بكتبوا انه هي بتساهم مع الانتيرر تو ثيرز. ولكن يعني اشي مش مثبت تمام. البعض بحكلك لأ يعني ما لها فنكشن واضح لهسه. فالخلاصة التوبركولوم امبار بدناش ما بهمنا اشي عنها. اعرف انها بتكون سمول وبتظلها سمول. أبيرز ان رمينز سمول. تمام هذ هي التوبركولوم امبار. ما بتكون لنا اشي يعني خلانا يعتبرها هيك. انتيرر تو ثيرز من وينجيات من اللينجوال سويلنجز. البوستير وان ثيرز من هايبو. فارنجي الامنز تمام تمام. هسه نحكي على شوي على الانيرفاشن. للتنج. عنا السنسيشن للانتيرر تو ثيرز في التنج. والسنسيشن للبوستيرر وان ثيرز في التنج. كل واحد باخده نيرف مختلف تمام. هسه انتو يمكن اسمعتوا على الكرانيال نيرز ويمكن لا. هسه الكرانيال نيرز عددهم اثنعش. تمام همه النيرز اللي بيطلع من اللي برين. اعصاب اللي بتطلع من اللي برين سميناهم كرانيال نيرز. تمام عددهم اثنعش. انتو عارفين احنا عنا النيرز بالجسم. انه مدام معنى يعني ما طولتش كتير بالمحاضر خلينا احكيكم السريع. عددهم اثنعش. عددهم اثنعش وعننا البريفيرال نيرز. عددهم ثيرتي من طيب. هذول امن بيطلعون من اللي برين. اما هذول النيرز بيطلعون من اللي برين. تمام هذول ستدرسوهم كزي ما قلت لكم كثير هالمحاضرة بالهيد اذنك. وفي اثنين منهم جدا مهمات كثير بيهمونا احنا كداكرت اسنان. وكثير بيسألون عنهم في العيادات وبهمونا كثير. اللي همه رقم سبع ورقم خمسة. خمسة ترايجيمينل والسابع الفيشل نيرز. حتى ممكن تسمعوا حدا. حدا من اقاربكم كذا بيقول لك انا عندي العصب الخامس. او انا عندي العصب السابع تمام. الخلاصة ليش انا قلت لكم هذا الكلام. عشان ها السبدي احكي لكم انه. بيجي من الكرينيال نيرز تمام. الانتيرر تو تيرز بيجي من النيرف الخامس. اللي هو الترايجيمينل نيرف. تمام ايش يعني الخامس هم عددهم اثناعش على الترتيب. الاول فاكتوري الاول. الثاني اوبتك. الثالث اوكلو موتر. الرابع ترايجيمينل. الخامس عفونا الرابع. ترو كليار. الخامس ترايجيمينل. هذا اللي بهمنا. اللي بعطي جنرل سنسيشن. للانتيرر تو تيرز بيجي من النيرف. من هو الترايجيمينل نيرف. طبعا احنا حددنا جنرل سنسيشن. ليش؟ لانه في عندنا سبيشل سنسيشن. او بسموه تيست سنسيشن. اللي هو الاحساس بتتذوق. هذا بعطيه نيرف ثاني. تمام. ولكن احنا خلينا على الجنرل هسه. من بعطيه ترايجيمينل نيرف. تمام. اما البستيرر وان ثيرد. من بعطيه الجنرل سنسيشن. بعطيهم. الجلوسوفارنجيال نيرف. اللي هو رقمه تسعة. من اللي كده لنيرف. طيب. رقمه تسعة لجلوسوفارنجيال. ويحكيلك هنا بعطي العاشر شوية بيعمل كنتربيوشن. اللي هو الفيغاس. النيرف العاشر اسمه فيغاس. واحد عشر اسمه اكسيسوري. واثن عشر اسمه هايبوغلوسل. اثن عشر سنحكي عنه هون. تمام. فالخلاصة. خلاصة كله انا حكيته. العصب الخامس. العصب الخامس. العصب الخامس. العصب التاسع. العصب التاسع. اللي هو الجلوسوفارنجيال. والعاشر شوية بعمل المساهمه. بس اهم اشي بصراحة تذكر الجلوسوفارنجيال. تمام. خلينا نكمل. هسه احنا قلنا على الارجن. الاصل اللي ايجي منه الميوكوزل سيرفس. هسه بنا نحكي على المسلز. احنا عنا للتنج ثمن عضلات. مين او من وين بيجو. بيجو من مكان منسمي. الأكسبيتال سومايتس. تمام. أكسبيتال سومايتس. اه. بيحكي لك هنا انه. عضلات الليسان. من وين مشتقة. منطقة اسمها أكسبيتال سومايتس. تمام. في خلايا منها. بتهاجر. بتروح باتجاه. بحيث تعطيني المسلز. تمام تمام. اه. اه. اللي هو الهايبوغلوسل نير. وطبعا. ما دامهم راحوا. راح يجيبوا معاهم الهايبوغلوسل نير. العصب رقم 12 من الكرينيال نير. تمام. هذي احفظوها. يعني اذا مش مهم الامريولوجي بصراحة كثير راح تنسألوا انا على قدام. و راح تتكرر معكم بالهدئة النكت. تمام. فهذا هي الانيرفاشن. اه. باختصار. وهسا بس عشان افهمكم النقطة. هسا شو الفكرة. قلنا الانيرفاشن والانيرفاشن بالانيرفاشن بالانيرفاشن. هذا هو الصوت كثير من الانيرفاشن بالانيرفاشن. هي من قصص الحاج attract. كل واحد في حاجة افهم مختلف. وكل وحاجة افهم مختلف باختصار. فهذه الفكرة باختصار. هانة مسلز الجي لشو القادر سوف کشن الأشي Left shift. وتحقيت عليها الانيرفاشن respecto. وهي الشزئ الذي ظهر بحاجد. هى هنا cards left with the entireità . بRS جيدة الامريولوجي. أنا عارف محاضرة شوي ثقيلة فيها كثير مصطلحات ولكن يعني هيك طبيعة المادة بصراحة أنا حاولت أسهل عليكم قدر المستطاع وإن شاء الله أنها كانت واضحة أي حد عنده سؤال ما فهمه يجي مش فهمه يبعث لي وما يتردد